اكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل على اهمية العمل على مواصلة التحديث والتطوير لكافة مجالات رياضة الفروسية وسباق الخيل من خلال استمرار تنفيذ كافة المبادرات والخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز مكانة البحرين في هذا المجال اقليميا ودوليا مشيرا سموه لما تلقاه هذه الرياضة من اهتمام ودعم من الراعي الاول لهذه الرياضة الاصيلة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا والذي كان له عظيم الاثر فيما يتحقق من تطور متزايد لرياضة الفروسية وسباق الخيل على كافة المستويات منوها سموه بما يليه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل من اهتمام ومتابعة لتحقيق الاهداف التي تسهم في نماء وازدهار هذه الرياضة جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اليوم اجتماع الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل حيث اطلع سموه على كافة الخطط والبرامج التطويرية التي سيعمل النادي على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ونوها سموه باهمية مضاعفة الجهود من اجل التنفيذ المتقن لكافة الخطط الموضوع للنادي والتي سينعكس اثرها على مواصلة تحقيق الانجازات لرياضة الفروسية وسباق الخيل وخلال الاجتماع قدم الشيخ سلمان بن راشد بن محمد الخليفة المدير التنفيذ لنادي راشد للفروسية عرضا تناول فيه سير العمل ببرامج النادي المختلفة والخطط المستقبلية وفي هذا الصدد اشهد اسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بجهود الجهاز التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل والتي سيكون لها الاثر الكبير في تحقيق الاهداف المنشودة